نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد ما بعد فما زلنا مع سورة آل عمران قد ذكرنا شيئًا من تفسير هذه الآيات في المجلس السابق على عجل ووعدتكم بالإعادة لكوننا في آخر الوقت يقول جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين يأمر الله جل وعلا المؤمنين بالمسارعة إلى مغفرته وإلى جنته ولذلك المتأمل في نصوص القرآن يجد بأن النصوص تحث المسلم أن يسارع إلى الخيرات وأن ينافس في الصالحات قال جل وعلا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون قال جل وعلا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة ويقول جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحث أصحابه على المسارعة في الخيرات وعمل الصالحات وأن لا يتوانى الإنسان في ذلك أن لا يتوانى الإنسان في ذلك طبيعة النفس البشرية على خلاف هذا فالنفس البشرية تسارع في أمور العاجلة في أمور الدنيا وأما أمور الآخرة فالتسويف والتباطئ ولهذا لما يأتي ذكر الدنيا الله عز وجل يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشر وأما إذا جاء ذكر الآخرة فيأمر الله عز وجل من المسارعة والمسابعة وجنة عرضها السماوات والأرض العرض في مقابل الطول وليس هو المقصود هنا وإنما المقصود السعة بأن الجنة هذه واسعة جدا عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين سبق ذكر معنى المتقين في مناسبات كثيرة في سورة البقرة وفي أيضا سورة آل عمران طيب من هم المتقون قال جل وعلا الذين ينفقون في السراء والضراء هذا من أول صفاتهم وليس كل صفاتهم هنا بل من أعظم من صفات المتقين أنهم أهل إيمان وتوحيد هذا أعظم صفة من صفات المتقين ويؤمنون بالغيب أما قال جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه دل المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الآيات هنا ذكر بعض صفاتهم الذين ينفقون في السراء والضراء يعني هم على حال واحدة في الإنفاق فإنفاقهم في السراء والضراء على حد سواء لأن من الناس من ينفق في وقت السراء عفوا في من الناس من ينفق في وقت الضراء فقط وينسى في حال السراء في حال السراء لذلك المتقي هو الذي ينفق في جميع أحواله في جميع أحواله في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ الذين يكتمون غيظهم وغضبهم يكتمون ولذلك في الحديث في التثاؤب فليكظم ما استطاع يكظم ولذلك الكظم هو حبس النفس وحبس الغضب والكاظمين الغيظة يعني الغيظ هذا هم الذين يسيطرون عليه وليس هو الذي يقودهم فالإنسان إذا غضب وتصرف أثناء غضبه هلك ولهذا المتقي هو الذي يسيطر على تصرفات حال الغضب والعافين عن الناس العفو عن الناس يأتي بعد إيش بعد يعني أذية بعد ضرر سواء معنوي أو مادي حسي مثلا يعفون عن الناس والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين والمعنى أن المسلم المتقي إذا حصل له شيء وأغضبه فإن أول خطوة من خطوات التعامل مع الغضب هو كظم الغيظ كظم الغيظ ثم بعد ذلك العفو عن من أساء إليه ثم بعد ذلك الإحسان إليه وهذه مرتبة لا ينالها إلا من وفقه الله عز وجل وهي صفة النبي عليه الصلاة والسلام كان يكظم غيظه ويعفو عن من ظلمه ويحسن إليه هذه أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن الذي يقوى على هذا قد يوجد من يقوى إذا قوي الإيمان وكان نظر الإنسان نظر أخروي وهمته عالية ورغبته في عفو الله وفضله كبيرة نعم يحصل له مثل هذا مثل ما حصل لبعض الخلفة لما سكبت عليه جارية الماء الحار فغضب فقالت يا أمير المؤمنين والكاظمين الغيظ قال لها كظمت غيظي قالت والعافين عن الناس قال عفوت عنك قالت والله يحب المحسنين فأعتقها لوجه الله أعتقها لوجه الله هذه من صفات المتقين الذين ينالون مغفرة الله وجنته ثم ذكر الله عز وجل في مقابل هذا توبتهم من الآثام والمعاص والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله إذا فعلوا فاحشة قيل الكبيرة أو ظلموا أنفسهم قيل الصغائر الأولى الكبائر والثانية الصغار وقال بعض العلماء والذين إذا فعلوا فاحشة وهو الذنب العظيم مثل يعني الكبائر العظيمة قال هذه الفاحش أو ظلموا أنفسهم ببعض الكبائر التي ليست بدرجة الكبيرة العظيمة ليست بدرجة الكبيرة العظيمة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله قيل ذكروا الله بقلوبهم خوفا وبألسنتهم استغفارا وبجوارحهم عمل بالابتعاد عن هذه الأفعال التي قاموا بها ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم استغفروا لذنوبهم يعني من هذه الذنوب التي وقعوا فيها والخطايا التي اقترفوها ثم قال جل وعلا ومن يغفر الذنوب إلا الله فالذي بيده مغفرة الذنوب هو الله وحده سبحانه وتعالى وهذا يبطل ما عليه بعض الناس أنهم يتوبون عند بعض المشايخ أو بعض العباد يذهبون إليهم يتوبون عندهم ولذلك التوبة لله التوبة الذي يملك التوبة والمغفرة هو الله سبحانه وتعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون لم يصروا على ما فعلوا يعني وهذا يدلنا على أن الإصرار على الذنب أيضا ذنب يعني قد يقع الإنسان في الذنب ثم يصر عليه فيجمع ذنبا على ذنب وهم يعلمون هذه حال حالهم أنهم يعلمون بأن هذه الذنوب ومعاصي وأنه لا بد من التوبة منها ثم قال جل وعلا أولئك المشار إليهم في أفعال الخيرات وفي التوبة من الخطايا والسيئات أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وهذا يدلنا على أن من تاب إلى الله تاب الله عليه إذا أتى بشروط التوبة وانتفت الموانع تاب الله عز وجل عليه والله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها ثم قال ونعم أجر العاملين وهذا دليل لأهل السنة والجماعة على أن العمل على أن جنس العمل من الإيمان جنس العمل وهو رد على الوعدية الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان ثم قال جل وعلا قد خلت من قبلكم سنن هذا التسلية لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بعد معركة أحد وما جرى لهم من قريش حينما انقلبت صورة المعركة فالله تعالى يسل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقول قد خلت من قبلكم سنن أمم وطرق ومسالك وأحوال كثيرا جداً فسيروا في الأرض فانظروا السير هنا يكون بالأبدان ويكون بالعقول أما سير الأبدان فبالنظر إلى إلى هذه الأمم التي أصبحت أثراً بعد عين هذه الحضارات وهذه الأمم التي عمرت شيء من الدنيا أصبحت أثراً بعد عين سيروا وانظروا إلى هذه الأمم سير معتبر ومدكر وكذلك سير الفكر والعقل بأن تقرأ التاريخ ولذلك التاريخ قراءته مهمة قد كان السلف يعنون بهذا ابن الجوزي له كلام في مسألة ضرورة قراءة المسلم للتاريخ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عقبة المكذبين لأن الله عز وجل من سنته الكونية أن من كذبه وكذب أنبياءه ورسله أن الله تعالى يسلط عليهم بأسه ورجسه الذي لا يرد عن القوم الظالمين ثم قال جل وعلا هذا بيان للناس هذا إشارة إلى القرآن هذا إشارة إلى القرآن بيان للناس لجميع الناس مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم ثم قال وهدى وموعظة للمتقين أما المتقون فالقرآن هدى هدى لهم هدى لهم وموعظة قال جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى يهدي للتي هي أقوى وموعظة وهذا القرآن موعظة والمواعظ هي كلامٌ مصحوبٌ بترهيب أو ترغيب هذه المواعظ حتى قال بعض العلماء المواعظ سياط القلوب وهو كلام فيه وعظ كلامٌ فيه ترغيبٌ وفيه ترهيب وموعظةٌ للمتقين ثم قال جل وعلا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هي القاعدة المعروفة ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ولا تهنوا يعني لا تضعفوا بأبدانكم ولا تحزنوا يعني بقلوبكم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين لأن الإنسان إذا جمع على ضعفه حزناً في قلبه هلك هلك والمؤمن مطالب بأن يكون قوي المؤمن والقوي خيرٌ وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعيف ولهذا هذه الآية تمثل قاعدة عند المسلم في حياته سواء على المستوى الفردي أو المستوى الجماعي أنه إذا حصل له شيءٌ من الضعف فإنه لا يجمع على ضعفه حزناً في قلبه فإن الحزن يفت الأكباد ويجعل القوى تخور وينهار الإنسان ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد ماذا قال الله جل وعلا له بعد ذلك؟ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه أو يعذبهم فإنهم ظالمون فتاب الله عز وجل على كثير من صناديد قريش لأن النبي عليه الصلاة والسلام بقي يدعو عليهم فنهاه الله قال ليس لك من الأمر شيء ولهذا الإنسان إن بغي له بل يجب عليه إذا حزن أن يحزن الحزن المؤقت الذي لا يستديمه وذلك لأن بعض الناس قد يبذل الأسباب التي تبقيه في دائرة الحزن أو يستدعي الأشياء التي تبقيه في دائرة الحزن ولا تهنوا لا تضعفوا ولا تستكينوا لأنكم الأعلون الأعلون بالبرهان والأعلون بغيره إذا شاء الله جل وعلا ذلك ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون وفي هذا تسلي وبشارة لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى ناصرهم ومؤيدهم إن كنتم مؤمنين ثم قال جل وعلا إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله يعني الهزيمة التي حصلت في قتل سبعين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وما حصل من الأذى والشدة والألم فقد مس القوم والمقصود بهم قريش قرح مثله مسهم كما مسكم أنتم لكن فرق بين المؤمنين وبين المشركين إن تكونوا تألمون فإنهم يعلمون كما يعلمون وترجون من الله ما لا يرجو ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال قولوا لهم قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار ولا شك بأن لله حكم في ذلك ولهذا قال هرقل كما في قوله تعالى وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا ولهلكم لكن الله تعالى له سنن مع أنبيائه ورسله ومع أوليائه وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا وهذا إظهار لحكمة الله عز وجل في هذه الأيام وهي إظهار الصادق من غيره وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين الله جل وعلا اختار جمعا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام واستفاهم للشهادة التي هي أحد منازل الجنة فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق وفي المقابل وليمحِّص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين فها فيها غربلة وفيها امتحان وفيها تمييز تمييز للناس قال وليمحِّص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين وفي هذا أيضا الآية إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته نكتفي بهذا القدر صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد